الآن انضمت إلينا الزميلة سالة حامد في فقرة إخبارية مهمة نسمع سالة دلوقتي وبعد كده أرجع لك تاني أهلا بك يا سالة أهلا بحيك طبعا يا أستاذ إبراهيم وطبعا برحب بيك وبتأكيد برحب الشماء نساعد لي وخينا بقى من الكلام في أي حاجة طبعا نقول لك كل سنة وحداك طيب مناسبة طبعا أي الميلاده النهاردة كل سنة وحداك بخير ودائما في وسطنة ومعنا ودائما بقى كمان متعنا أكيد بالأخبار وملك الصفقات طبعا كل سنة وحضرتك طيب طيب يا سالة تفضلي عندك ايه النهاردة طبعا يا أستاذ إبراهيم زي ما حالك قلت عندنا أخبار كتيرة جدا عندنا أخبار مهمة خلاص يمكن طبعا ساعات وتبتدي مباراة الهمة والمرتقبة طبعا من نسبة لفريق النادي الأهلي أمام سنبا التنزاني فالنهاردة يمكن كل الأخبار متعلقة بالكواليس طبعا بحثة فريق النادي الأهلي بس خلينا قبل ما نبتدي طبعا بأخبار فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلينا سريعا نروح لخبر خاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي النهاردة أعلن مواعيد مبارتي الذهاب والإياب في نهاية مسابقة دوري أبطال الأفريقية والكونفادرالية نسخة موسم 2023-2024 ويمكن كمان أفاد الموقع الرسمي لاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما كاف أن المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال الأفريقية ستقام في شهر مايو المقبل حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدا يوم السبت 25 مايو ده طبعا في مسابقة دوري أبطال الأفريقية ولكن في مسابقة الكونفادرالية الأفريقية ستقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدا يوم الأحد 19 مايو يمكن طبعا يا أستاذ إفراهيم خليني أقف عند الخبر ده ويمكن طبعا منشوف من التحدي الأفريقي لكرة القدم ما كاف يمكن عنده شوية نظام طبعا في تحديد المواعيد من بدري كمان نحن نتكلم طبعا في مباراة النهائية عكس اللي منشوف هنا طبعا في الدوريات المحلية يمكن طبعا نشوف دوريات المحلية شوية عدم نظام في تحديد المباريات يمكن كمان بيبقى في تأجيل كتير ولكن هما من بدري محددين طبعا مواعيد نهائي سواء كونفدرالية أو دوري وبطول أفريقيا والله يا سأل الحقيقة هما مش من بدري ولا حاجة الاتحاد الأفريقي قبل كده كانت قبل المسابقة ما تبدأ بيبقى عنده أجندة لنهاية الموسم لكنه اللي عامله السنة دي عام الربكة لكل الاتحادات والبطولات المحلية لأن انت باستثناء المباراة النهائية لو بصيت على السيمة فينال بيدي يومين يوم كذا أو كذا فتيجي المسابقات المحلية مش عارفة تزبط مواعيدها طب لا لا يلعب مثلا 18 ولا 19 فجأة يتحطله في الجدول المحلي أنه هيلعب 19 فيفاجأ أنه في نفس اليوم لا الاتحاد الأفريقي حطت مباراة فأتمنى أنه الاتحاد الأفريقي يرجع لسابع عاد ولما كان بيحط دايما أجندة من البداية كان بتبقى واضحة فيخلي للمسابقات المحلية تزبط مواعيدها على أساسه النهاردة بنشوف كل دور بيبدل ويغير ويربك المسابقات المحلية يمكن الناس مش حاسة ده إلا في مصر أكتر لأنه النادي الأهلي ما شاء الله بقاله يعني آخر سبع نسخ موجود باستمرار في النهائي فده بيخلي المسابقة المحلية باستمرار بتتعدل الفرق يا أستاذ إبراهيم بتتأهل مع النادي الأهلي الاندية المصرية لها مكانة قوية جدا داخل الاندية الأفريقية نفس الربكة في الكونفدرالية برضو بالضبط يمكن طبعا خلينا برضو نستكمل لأخبارنا يمكن طبعا زي ما ذكرنا دوري أبطال الأفريقية يبقى الكلام أكيد هيكون على بطل القرن الأفريقي واللي عنده طبعا مباراة هامة مرتقبة أمام سينبا التنزيني طبعا النادي الأهلي والالتحاد الأفريقي تحدث عنها في تقرير مطول عبر موقعه الرسمي وقال إن الأهلي يسعى الحفاظ على لقبه القرر خلال موسم الحالي عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين وأضافت لقب جديدة في خزائن ألقابه المملوقة بالإنجازات والخاصة طبعا هو كمان صاحب رقم القياسي في عدد تتوجات بطولة دوري أبطال الأفريقية وسيصطدم طبعا في دور خروج المغلوب بنادي سينبا التنزيني الذي تكون طبعا أول عقب أمام نادي الأهلي من أجل بلوغ المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال الأفريقية كمان النهاردة اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بن جمين مكابة بدار السلام في تنزينيا ويمكن كمان تقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزينيا بحضور ربع الساعة أو ربع ساعة 15 ديئة الأولى من فعاليات المران وفقا للقواعد المنظمة لدوري أبطال أفريقيا يمكن طبعا سيد إبراهيم نتكلم على مباراة الأهلي وسامبا التنزيني مباراة في غاية الأهمية طبعا بالنسبة لفريق النادي الأهلي وخلاص يمكن ساعات وتبتدي المباراة تحضيرات مكثفة يمكن النهاردة كمان الفريق تتم استعداداته يمكن اللقطات دي كانت التمرينة بتاعت النهاردة والنهاردة التمرينة كانت على الملعب الرئيسي اللي هتتلعب عليه المباراة بكرة 8 مساء والتمرين كان في نفس التوقيت بنجمين مكابل الأستاذ الرئيسي في دار السلام هو ده الملعب اللي هيستضيف المباراة امبارح الآلة مرة التمرينة الأولى له في ملعب فرعي يمكن مستر مارسو الكولر زي ما عرفت أنه بدأ نزل يعين الملعب شاف جزء كتير من الملعب خفر ونقر كتيرة فخاف على إصابات اللعيبة فخصص جزء صغير من الملعب الجزء السليم منه الحقيقة ما كانش يعني ده بتحفر بفعل فعل لأن احنا فجأة بقينا مفصل المسألة أنه هم نقروا الملعب مخصوصة عشان يعورونا هي الفكرة كانت قبل التمرينة كان فيه مطرة شديدة أوه هناك فالمطرة مع ملعب فرعي احنا لو رحنا أي ملعب فرعي هنا حتى في الساد القيرة مش هنلاقيه سليم زي سلامة بقية الملعب الرئيسية فانبارح التمرينة كانت خفيفة بالذات لأنه كولر قد راحة للدوليين اللي كانوا الحياة سفروا مجهدين جدا سفر كانت ساعة ستة الصبح فقد راحة للعيبة الدوليين النهاردة زي ما احنا شايفين في اللقطات اللي تنفرد بها قناة الأهلي خاصة كل التمرين فيه كل اللعبة فنتمنى ان شاء الله كولر يوفق للتشكيل الأمثل ان شاء الله ان شاء الله يمكن كمان يعني خلينا نقول انه كمان مثل مرسال كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي يمكن كمان عقد محضر فيديو أو فيديو ميتنج بالتأكيد لجميع اللاعبين عقب تناول وجبة الإفطار وحرس المدرب السويسري خلال المحاضرة على تحديد بعض مهام اللاعبين وطريقة اللاعب في إطار طبعا التحتراط والاستعدادات الأخيرة لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في دهاب دور التمانية لبطول دوري أبطال إفريقيا وكمان توجه الفريق عقب انتهاء المحاضرة مباشرة لملعب من جميل مكابا بدور السلام في تنزانيا استعدادا لخوض المران الرئيسي كمان النهاردة حرس مرسال كولر المدير الفني لفريق لنادي الأهلي على تفقد ملعب بن جميل مكابا بدور السلام في تنزانيا عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحدى قاعات الملعب للحديث عن مباراة سيمبا وقام كولر كمان بتفقد أرضية الاستاد والتجهيزات التي تتم في ملعب المباراة قبل مواجهة بكرة إن شاء الله أمام نادي سيمبا التنزانيا كمان نروح لطبيب الفريق والدكتور أحمد جبال طبيب الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي واللي ممكن طبعا قال أنه لعبي فريق النادي الأهلي يخضعون لبرنامج غزائي خلال 48 ساعة المقبلة لتفادي طبعا ارتفاع الرتوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة وأشار طبعا دكتور أحمد جبال لأنه هناك برنامج غزائي محدد تم وضع لجميع اللاعبين في الفريق قبل الوصول لتنزانيا بالتسيق طبعا مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافقة للبعثة وكمان أوضح جباله أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية لتفادي طبعا الإجهاد والسيام وارتفاع كمان درجات الحرارة والرتوبة في تنزانيا وأكد جباله أهمية تفادي كمان العناصر المؤثرة على اللعيبة للخروج بأفضل حالة طيبة وكمان أو طبية وبدنية لللاعبين خلال المباراة كان يا أستاذ إبراهيم طبعا خبر مهم جدا ويمكن طبعا سلامة اللاعبين ونقطة مهمة جدا خصوصا طبعا إحنا في رمضان البرنامج الغذائي ده بيبقى مهم جدا من نسبة لهم قبل أي مباراة مهمة وكمان مع الرتوبة ودرجات الحرارة في بلاد دعمات الأفريقية طبعا زي تنزانيا ده مهم جدا يا سالة والأهل اعتاد الحياة في كل رحلات ومن سنين مش بس دلوقت أنه يبقى في الشيف الخاص بتاع النادي مصاحب معاه حتى لما بيروح دولة عربية الشيف دائم موجود دايما مع الفعسة يزيد عليها أن احنا دلوقت في ظروف رمضان ظروف الطغس والرطوبة والحرارة العالية في تنزانيا فمؤكد مع الدكتور الأخصائي التغذية بيبقى فيه برنامج خاص للتغذية الوجبات اللي حياخدوها في الافطار في الصحور لأنه المباراة ساعة تمانية بعد الافطار على طول فنتمنى إن شاء الله أنه المخزون البدن للعيبة بكرة يكون كويس إن شاء الله إن شاء الله كمان على الجانب الآخر أكد الجزائرية عبدالحق بن شيخة المدير الفني لسان بل تنزاني في مؤتمر الصحفي على أن الجميع يعرف طبعا حجم وجودة نادي الأهلي وأن المباراة ستكون صعبة وسنخدها بكل الاحتياطات ولكننا يعني خططنا لضمان الفوز وأشار كمان أن الفريق جاهز لمباراة غد واللعبونا في حالة جيدة وكان لديهم طبعا وقت كافي للاستعدادة لمواجهة نادي الأهلي اللي وصفوا بأنه أفضل فريق يملك أو يمتلك سجلا جيدة أنه طبعا في أفريقيا ويمكن خيني قبل ما أروح للخبر التاني أرجع للحلاكة أستاذ إبراهيم في الخبر ده لأنه طبعا إحنا عارفين أنه عبدالحق طبعا من اللاعبة أو لما كان لاعب طبعا كان في مباراة جمعته مع النادي الأهلي وطبعا فاز فيها فهو أكيد يعرف صعوبة النادي الأهلي وعارف فريق النادي الأهلي كويس بص يا سالة عبدالحق بن شيخة الجزائري كان بيدرب اتحاد العاصمة الجزائري واللي هو خد من الآهل السنة دي كاس السوبر الأفريقي الآهلي بدأ الموسم بالمباراة دي وما كانش جاهز وكان جاي من فترة الاعداد مباشرة على مباراة السوبر خسرها الآهلي عشان كده عبدالحق بن شيخة عنده إحساس بالأفضلية النفسية والمعنوية شوية كان درب سنبا قبل كده ومشي ورجعه تاني الحقيقة راجع وهو عنده ثقة في لعبته ولكن عنده تقدير للنادي الآهلي إنما كل كلام بن شيخة ما بيختلفش عن كل المدربين اللي بيواجهوا الأهلي والكلام اللي هو بالتون العالي قوي ده كويس قوي لإنه بيستنفر لعبت الآهلي وبيحطهم تحت التركيز الكافي إن شاء الله صح إن شاء الله كمان أما شماري كابومبي لاعب سانبا قال كمان في المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بمباراة الأهلي وسانبا النهاردة إنه هم جاهزين للمباراة والجميع على استعداد التأكد طبعا منهم يعني أو من يساعدون الفريق في الحصول على نتيجة إيجابية وقال كمان اللاعبين مستعدين للقتال من أجل فوز سانبا في مباراة بكرة إن شاء الله ولن تكون المباراة سهلة وهدفهم طبعا الوصول للنهائي